طيب فلذلك في يعني انصح التعبير في كثافة حضورية لذكر إبراهيم عليه السلام في الربع الأخير أنا تعجبت أنا كتبت كده كلمة إبراهيم في القرآن جاءت كم مرة لقيتها 63 مرة 11 مرة في الربع ده فقط يبتخيلين الكثافة الحضورية ذكر إبراهيم في ختام الجزء الأول قبل انتقال الجزء الثاني 11 مرة كلمة إبراهيم عليه السلام يعني أنا قاعد بقرأ لما عملت الإحصاء ده رجعت أقل الربع تاني إيه ده فعلا ذكر لسيدنا إبراهيم كثير جدا من أول بداية الربع وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وعيدنا إلى إبراهيم أو إسماعيل إلهي اللي بعدها يثقل إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم دعاء سيدنا إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم سيدنا إبراهيم أسلم لله رب العالمين ووصى بها إبراهيم إله إبراهيم ملة إبراهيم كثافة حضورية فهنا إحنا بنعمل إيه بقى إحنا بنثبت في آخر ختم الجزء ده في الصفحة بتاعت النهاردة إحنا بنثبت أن الحق معنا ونثبت ركزوا معايا أن المسلمين هم امتداد أصيل لهذه الدعوة الإبراهيمية التي تدعو إلى التوحيد وأنهم حرفوا وبدلوا أنهم انحرفوا عن الطريق وأننا نمتلك الحق وأننا الامتداد الحقيقي لسيدنا إبراهيم ده معنى مهم المعنى الثاني هذه الكثافة الحضورية في ذكر إبراهيم عليه السلام ينبغي أن تكون أيضا موجودة في طرحنا ونحن نتكلم عن التاريخ وده هتكلم عنه بالوقت إن شاء الله عن مركزية الأنبياء عموما في التاريخ ومركزية إبراهيم خصوصا في التاريخ في ذكر الأحداث سيدنا يبغي منعطف تاريخي ضخم في حالات البشرية في حالات البشرية جمعاء وده عجيب لما تجد اللي بينشاء بيقرأ في العالم الأفكار ومنشغل وعايز يفهمه داك وإيس وعايز يفهمها بيقرأ في الفلسفة الغربية وبيقرأ في تاريخ الفكر الغربي زي الكتب الكتير ألم الفكر الغربي وتاريخ الفكر الغربي وأي كتب إنهم مهتمين بهذه الدرسة ما بيعتمد نفسهم المركز يعني هو المركز وإحنا بندور حواليهم فلا يعبأ بذكر أي نبي من الأنبياء لو إحنا نتكلم عن تاريخ الأفكار والمبادئ والعقائد على مستوى العالم سيدنا إبراهيم محور من المحاور